موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية سهل النشر بأبرز العنوين نائب رئيس الجمهورية يجل اتصالا هاتفيا بقائد محر الضالع ويشهد بالانتصارات الميدانية موسيقى قوات الجيش المقاومة يحرر منطقة الفاخر بالكامل بالضالع وتأمين مناطق متاخمة لمحافظة إب موسيقى الجيش الوطني حرر مواقع جديدة بجبهة الظاهر وعدد من اتباب المحيطة بها في محافظة الصادة موسيقى الى التفاصيل اهلا بكم اجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اتصالا هاتفيا بقائد محور الضالع قائد اللواء ثلاثين مدرع العميد الركن هادي العولقي للاطلاع على المسجدات الميدانية واشاد نائب الرئيس بالبطولات التي يسطرها ابطال الجيش في المحافظة وما يحرزونه من تقدم ميداني يهدف الى استكمال التحرير بالمحافظة واطرد الميليشيا الاقلابية واستعادة مؤسسات الدولة منوها الى جهود وتضحيات جميع الوحدات العسكرية من منتسبي الجيش والمقاومة التي شاركت في العملية والمرابطة في مختلف الجبهات ضد الحوثيين كما عبر الفريق محسن عن الشكر والتقدير للاشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمهم للشرعية في مواجهة المشروع الايراني التخريبي في بلادنا والمنطقة ونقل نائب الرئيس خلال الاتصال الهاتفي تحيات قيادة فخامة الرئيس المشير الركن عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد على القوات المسلحة وتقديره للتضحيات التي يقدمها الابطال مشددا على مضاعفة الجهود العامة للاستكمال التقدم الميداني من جانبه قدم العميد العولق موجزا عن العمليات العسكرية وما يتحل به المقاتلون من معنويات قتالية عالية للسعادة الشرعية ودحر الانقلاب منوها الى عدد من القضايا والموضوعات المرتبطة باستكمال تنفيذ الخطط الميدانية بحث وزير الخارجية محمد الحضرمي مع سفرة جمهورية المانيا الاتحادية لدى اليمن كارولا مولر مسجدات عملية السلام في اليمن بما فيها تنفيذ اتفاق السكولم وكذا بحث اوجه التعاون المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وخلال اللقاء جدد الوزير الحضرمي التأكيد على التمسك الحكومة اليمنية بالمرجعيات الثلاث والانخراط في عملية السلام معبرا عن دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للامين العام للامين العام للأم المتحدة في اليمن مارتن جريفث وأشار الحضرمي لأن حل موضوع قوات الأمن والسلطة المحلية المرتكز على العودة لقوائم قوات الأمن قبل انقلاب 2014 مشانه أن يكون مدخلا ومفتاحا لتنفيذ اتفاق الحديدة مشددا على أن الذهاب إلى مشاورات جديدة دون تنفيذ الاتفاق في الحديدة سيشجع ميليشي الحوثي على عدم تنفيذ أي اتفاقات مستقبلية وتكرار السناري وتهاروبها من تنفيذ التزاماتها وأوضح أن الحكومة تسعى جايدة إلى التوصل إلى تحقيق السلام في اليمن ولكن السلام الشامل والمستدام وليس السلام المؤقت الملغوم بالتغارات داعيا المجتمع الدولي إلى مواصلة الضغط على ميليشي الحوثي لتنفيذ التزاماتهم بشأن وبشأن التعاون المشترك والعلاقات الثنائية بين اليمن وألمانيا ثمن الحضر من سمرار تعاون ألمانيا في مجال تدريب وتعهيل الكادر الديمولماسي اليمني من جانبها جددت السفيرة الألمانية دعم بلادها للحكومة الشرعية وأمني ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية وعربت عن دعمها لجهود المبعوث الأممية مساعد الحكومة اليمنية في تحقيق الأمن والاستقرار والتوصل إلى حل شامل في اليمن حضر الإقامة السؤولي أوروبا بوزارة الخارجية مجيب عثمان بحث وزير الخارجية محمد الحضرمي مع السفير الفرنسي لدى اليمن كريستيان تيستو مستجدات عملية السلام وضروة الضغط على ميليشي الحوثي الإنقلابية لتنفيذ اتفاق الحديدة وجهود الحكومة لاستعادة الدولة في العاصمة المؤقتة عدن موضح الحرص الحكومة على إنهاء تمرد ميليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا وجدد الحضرمي التأكيد على تمسك الحكومة بالثوابت الوطنية في حوار جدة التي يأتي في مقدمتها الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه وسلامة أراضيه وضروة عودة الدولة بجميع مؤسساتها إلى العاصمة المؤقتة عدن بما في ذلك مجلس النواب ودمج جميع التشكيلات العسكرية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية وثمن الحضرم جهود القيادة السعودية الرائعة لحوار جدة ورامية إلى إنهاء حالة التمرد المسلح في العاصمة المؤقتة عدن وتجاوز كل سلبيات المرحلة الماضية وفيما يتصل بعملية السلامة التي تقودها الأمم المتحدة أكد الحضرم استمرار الحكومة في دعم الجهود الأممية للوصول إلى سلام شامل الأم السدام مبنيا على مرجعيات السلام المتفق عليها وأشار الوزير الخارجية إلى حفص الحكومة على تخفيف معاناة اليمنيين وعزمها اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بذلك ومنها تجديد موادرة رئيس الجمهورية المتصلة بفتح مطار صنعاء للرحلات الداخلية للتخفيف من معاناة المواطنين محملا ميليشيا الحوثي مسؤولية عرقلة هذا الإجراء الذي تم طرحه العام الماضي في السويد والاستمرار في المتاجرة بمعاناة المواطنين والتضييق عليهم من جانبها أكد السفير الفرنسي على موقف بلاده الثابت الدائم للحكومة الشرعية والوحدة اليمن وسلامة أراضيه وعلى دعم جهود المبعوث الأممي وبدل جهود لمساعدة اليمن على الخروج من أزمته ناقش وزير الخارجية محمد الحضرمي مع مدير عام التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع فاليري ميرلاند وضع المواقع الأثرية والتراث الثقافي والمتاحف في اليمن وسبل حمايتها والمحافظة عليها وقدم الوزير الحضرمي للمسؤول الدولي نوذة عن الإرث الثقافي وما تزخر به اليمن من تلوع حضاري وكنوز تاريخية مسلطا الضوء على جهود الحكومة لحماية الآثار ومنع للتجار بها وأوضح أن الحكومة انضمت مؤخرا إلى اتفاقية الونسكو بشأن تدابير حضر ومنع السراد وتصدير ونقل الممتلكات الثقافية بهدف منع التداول بالقطع الأثرية اليمنية لافتا إلى حاجة اليمن للدعم الدولي للمحافظة على الآثار اليمنية التي تعتبر إرثا إنسانية للجميع بدوره عرب مدير التحالف الدولي لحماية الآثار عن إعجابه بالإرث الثقافي لليمن مؤكدا تبني منظمته لدعم عدد من مشاريع حماية الآثار والمتاحف في بعض المحافظات اليمنية حضر اللقاء سفير فرسا لدى اليمن كريستيان تيستو بحث وزير الخارجية محمد الحضرمي مع سفير مملكة النلواج لدى بلادنا أوفيند اسوكا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها وخلال اللقاء استعرض وزير الخارجية مجملة تطورات في بلادنا ومستجدات عملية السلامة التي تقودها الأمم المتحدة وتعنو تمرش الحوثي المعرق لتنفيذ اتفاق السكن وجهود الحكومة اليمنية لإحلال السلام الدائم والمستدام المبني على المرجعيات المتفق عليها كما استعرض خلفية الأزمة اليمنية وأسبابها المتصلة بانقلاب الحوثي المدعوم من قبل إيران عام 2014 وكذلك تبعات التمرد المسلح لما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في العاصمة المؤقتة عدن وثمن الحضر جهودا نرويج في المجال الإنساني مؤكدا دعم الحكومة لكافة الجهود في هذا المجال للتخفيف من الكارثة الإنسانية التي تسببت بها ملشي الحوثي نتيجة للإقلاب على السلطة الشرعية من جاته أكد السفير النرويجي دعم بلاده لبلادنا وحكومته الشرعية ووحدته وأمنه وسلامة أراضيه ولجهود المبعوث الأممي في اليمن معربا عن أمل بلاده في التوصل إلى حل شامل للأزمة اليمنية قال وزير الإعلام معمر الإرياني إن الجهود الاستثنائية التي يفذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية لإسناد اليمن في معركته لاستعادة الدولة وإسقاط انقلاب الملشي الحوثية المدعومة من إيران ورعاية حوار جدة لإنهاية مرد المجلس الانتقالي في محافظة عدن تأكيد إضافي وبرهان عملي على الدور البناء الذي تلعبه المملكة لدعم أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة أراضيه وضاف الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية السبأ في مقابل الدور السعودي البناء إيران يدور نظام مشروع الفوضى والتخريب والتمزيق في اليمن عبر لعاية مخطط الانقلاب الذي نفذته الملشي الحوثية ودعم الجماعات الإرهابية وتحويل اليمن إلى ساحة للصراع الإقليمي ومنصة الاستهداف دول الجوار وإقلاق أمن واستقرار دول المنطقة وتهديد حركة التجارة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وعبر وزير الإعلام عن اعتزاز وتثمين اليمنيين قيادة وحكومة وشعبا لأشقائهم في المملكة العربية السعودية لمواقفهم الدائمة لبلادنا التي ستظل علامة فارقة في العلاقة بين البلدين وستكونوا وستدونوا في أنصع صفحات التاريخ مؤكدا أن اليمنيين يستذكرون بإجلال وعرفان تلك المواقف الأخوية النبيلة ولن ينسوا من من ناصرهم وساندهم في محنتهم التي خلفها لإقلاب الحوثي المدعوم من إيران التقى وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر بالخبيرة الدولية إيلانا دولاز ومدير الأبحاث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى باتريك كلاوسون وعدد من كبار الباحثين في المعهد وثم استعراض عدد من القضاء المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في اليمن التي تشهد تدهورا ملحوظا منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الحكومة الشرعية وتطرق عسكر إلى الانتهاكات الكبيرة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي بالانقلاب الانقلابية باستمرار باستمرار بحق اليمنيين من تدمير المنازل ودور العبادة والمدارس والمصالح العامة والخاصة وتجنيد الأطفال بالإكره وإغرائهم بالمال واستخدامهم كدروعا بشرية من قبل قيادات الميليشيا وانتهاك حقوق المرأة والإخفاء القصري الكثير من الناشطين والسيطرة على المواد الإغاثية ومنع وصولها إلى المحتاجين وأشار إلى إقدام ميليشيا الحوثي على التغيير المناهج وفرض أجندتها الطائفية والسيطرة على ثقافة وفكر الأطفال وتمزيق النسيج المجتمعي من خلال بث سموم أفكار الميليشيا الطائفية التي تهدف إلى تعميق الهوة الثقافية والفكرية الطائفية في مختلف أرجاء البلاد وطالب وزير حقوق الإنسان من المنظمات الدولية والمؤسسات الفكرية والبحثية بتسليط الضوء وإدانة جرائم الميليشيا التي قامت بانتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان وارتكاب جرائم حرب بهدف نشر أيدولوجية طائفية والمعادية الإسلامية ودعا الوزير المجتمع الدولي لدعم جهود الحكومة الشرعية في استعادة مؤسسات الدولة وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وتخفيف وطأة الأوضاع الإنسانية التي تسببت بها الميليشيا الإنقلابية في كافة محافظات الجمهورية حضر لقاء سفير اليمن في الولايات المتحدة الدكتور أحمد عوض بن مبارك شارك وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم في مؤتمر الصحة النفسية والعقلية المنعقد في العاصمة الهولندية مستردام وأكد وزير الصحة في كلمته التي ألقاها في المؤتمر التزام الحكومة اليمنية بالعمل على تحسين الصحة النفسية والعقلية في اليمن وإلائها الاهتمام المطلوب خصوصا في ظل تزايد للطلابات والأمراض النفسية والعقلية نتيجة الحرب التي تمر بها البلاد إثر انقلاب الميليشيا الحوثية وأشهد الوزير باعوم بجهود الكوادر الطبية في القطاع الحكومي والخاص وبمبادرات المتطوعين ومنظمات المجتمع المدني وثمنا دور الكوادر الصحية واستمرارهم في تقديم الخدمات الصحية رغم هذه الصعوبات شارك في المؤتمر سفيرة بلادنا لدى هولندا سحر غانم شارك وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس في الاجتماع التشاوري التاسع لوزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج في مسقط وسلطنة عمان وأناقش الاجتماع داد القطة للسراتيجية المشتركة للتعليم العالي والمواطنة الخليجية وأهمية تضمين المناهج مهارات القرن الواحد والعشرين وتنمية قيم المواطنة والتعاون وتطوير التعليم الإلكتروني بكوادر من الدول الأعضاء وأقر الاجتماع حزمة من القرارات تهدف إلى تعزيز التعاون التربوي والتعليمي والبحثي بين دول المجلس كما وافق على تأجير اشتراكات الجمهورية اليمنية لمدة عامين قابلة للتجديد رافق وزير التربية وكيل وزارة وكيل الوزارة لقطع المناهج والتوجيه عضو المجلس التنفيذ الدكتور صالح الصوفي بحث وزير الثقافة مروان دماج مع مدير عام التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع فاليري فيلاند التعاون بين اليمن والتحالف في مجال حماية الآثار ومواجهة التهريب والاتجار بها كما ناقش دعم احتياجات التدريب وإعادة تأهيل المتاحف وتدخلات العاجلة لحماية الآثار اليمنية والتنسيق والتعاون للسعادة الآثار اليمنية المهربة إلى خارج اليمن أعلنت قوات الجيش المقامة عن تحرير مدينة الفاخر بالكامل وعدد من القرى المجاورة لها شمال محافظة الضالع من ميليشيا الحوث الانقلابية وأوضح مظهر عسكري أن تقدم الميداني للقوات المشتركة يأتي بعد تحريره منطقة الزبيريات والمناطق المجاورة وخاصة موقع الذاري المطل على قرية ذيبان وتقدم صوب مواقع تبة القراميد في باب غلق وأشار المصدر إلى أن القواس تتوجه بعد تمكنها من السيطرة على الفاخر إلى تحرير وتأمين مناطق بمحافظة يبوسط البلاد المتاخمة لمحافظة الضالع وبحسب المصدر فإن هذه التطورات جاءت عقب اندلاع معارك عنيفة بين القوات المشتركة وميليشيا الحوثي الموالية لإيران في جباة الشمال وغرب وشمال غرب محافظة الضالع تكبدت خلالها الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد تمكنت قوات الجيش الوطني من إحراز تقدم ميداني جديد في جباة الظاهر بمحافظة صعدة وقال قائد الواء الثالث عاصفة العميد محمد عبدالله العجابي إن قوات الجيش حررت جبال بني سعد وعددا من اتباب المحيطة بها عقب هجوم مباغة شنته على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي المتمردة التي لاذت بالفرارة وضاف العميد العجابي إن قوات الجيش قطعت خطوط امداد الميليشيا الحوثية في منطقة لياء الممتد من الظاهر وحتى عنق حيدان ولفت إلى أن مقاتلات تحارف الدعم الشرعية ساندت قوات الجيش في الهجوم وقصفت مواقع وتعزات للميليشيا الحوثية الإرهابية وأكد قائد الواء الثالث عاصفة أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتل وجرحا في صفوف الميليشيا الحوثية وتدمير عدد من الأهليات التابعة لها تمكنت قوات الجيش الوطني من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثية الإقلابية في محافظة الجوف وأكد مصدر عسكرية أن قوات الجيش أسقطت طائرة مسيرة تابعة لميليشيا في محافظة الجوف قبل استدافها موقعا عسكرية للجيش الوطني وكانت قوات الجيش قد أسقطت قبل يومين طائرة مسيرة إيرانية الصنع شمال محافظة حجة كانت في مهمة استطلاعية أفادت مصادر أسكرية أن طيران التحالف العربي شن عدة غارات جوية على مواقع مريشة الحوث الإنقلابية في محافظة حجة وأضافت المصادر أن طيران التحالف استهدفوا بشكل دقيق باستهداف المواقع الأسكرية التابعة لمريشة الحوث الإنقلابية في مدرية حيران بحجة ولفتت المصادر إلا أن الغارات أسفلت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر مريشة وتكبيدهم خسائر فادحة في العتاد العسكري صدت قوات جيش الوطني لهجمات حوثية على مواقعها جنوب الحديدة أفادت مصادر ميدانية أن قوات جيش الوطني تمكنت من كسر وجوما واسع شنته عناصر مريشة الحوثي على منطقة الفازة الساحلية التابعة لمدرية التحيطات جنوب المحافظة وأضافت المصادر أن عناصر المريشة الحوثية شنت هجوما عنيفا على مواقع الجيش الوطني في الفازة من عدة اتجاهات استخدموا في الهجوم مختلفة أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وأكدت المصادر أن قوات الجيش خاضت اشتباكات عنيفة مع مسلحي المريشة الحوثية وتمكنت من كسر الهجوم وتصدي له وتكبيدهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد فككت الفرق الهندسية تابعة القوات المشتركة حقل ألغام فردية زرعتها مريشة الحوثي الإنقلابية شرق مدينة الصالح بمحافظة الحديدة وقالت مصادر في الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة أن الفرق وأثناء قيامها بعملية مسح ميداني على حقل ألغام فردية زرعتها مريشة الحوثي شرق مدينة الصالح قبل الدحرها منها وأكد المصدر أن الفرق الهندسية عملت على تفكيك ونزع أكثر من 15 لغما فرديا شديدة الانفجار وتجري عمليات مسح شاملة للمنطقة التي تطيرها من حقول الألغام التي زرعتها مريشة الحوثية الإنقلابية نظم مكتب حقوق الإنسان ومنظمة الشمول للإعلام وحقوق الإنسان في محافظة مأرب بحضور ورعاة محافظة محافظة ذمار اللواء علي بن علي القيسي مؤتمر صحفيا استعرض فيه انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الميليشة الإنقلابية في محافظة ذمار من يناير 2018 إلى سبتمبر 2019 المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي في سياق هذا التقرير مع الزميل محمد الجداسي نظم مكتب حقوق الإنسان ومنظمة الشمول للإعلام وحقوق الإنسان مؤتمر صحفيا استعرض انتهاكات حقوق الإنسان في محافظة دمار خلال عام 2018-2019 مدير عام حقوق الإنسان نأكد على همية ودور وسائل الإعلام والمنظمة حقوقية في كشف انتهاكات الميليشة الإنقلابية بحق الإنسان اليمنية سعادة المحافظ وللأخ ياسر ضبر لإطلاعكم وشرح لكم بملخص تقرير تفصيلي عن حجم وحشية هذه القرائم والانتهاكات فيما تناول رئيس منظمة الشمول لياسر ضبر تقريرا احصائية أوضح فيه ارتكاب الميليشيات أفضل الانتهاكات بحق 922 حالة انتهاك من مواطنين والمدنيين بمحافظة دمار حيث تمكننا من رصد وتوثيق اعتقال 357 حالة من مختلف مديريات المحافظة بينهم خمس حالات أطفال لا تتجاوز اعمارهم السادسة السادسة عشر محافظ محافظة دمارا الواء علي معاني القيسي ثم القهود مبذولة من قبل قيات المعنية وشارب دور القيادة السلطة المحلية في محافظة مارب وابناء المحافظة في استقبالهم لملايين النازحين يعني استضافتنا واستضافت النازحين لم نشعر بأي غربة في وطننا في مارب ونشعر بكل تقدير وكل احترام ولم نلمس من أي مواطن في مارب أنه يتعرض اليوم من الأيام لأي انتهاكات داخل محافظة مارب وهذا دليل على احترام حقوق الإنسان داخل المحافظة وقال محافظة مارب ما يحدث هو يحدث في دمارا انتهاكات مقبل ميليشية انقلابية لا يصوره أي إنسان وناشد المحافظة المنظمة حقوقية القيام بدورها الإنسانية حيانا ما تقوم به المليشية انقلابية من انتهاكات بحق الإنسان اليمنية فنحن في محافظة مارب كما استمعنا أنه هناك أكثر من 922 حالة ما بين انتهاك وما بين يعني توزعت منها 63 حالة قتل وأكثر من وبقية الانتهاكات توزعت فيما بين الاخططاف والتعذيب والمداهمة المنازل والميليشيات هذه تقوم بكل يعني الأعمال الخارجة عن الشريعة الإسلامية وعن أخلاقنا وعادتنا كيمنين يعني نلاحظ أنه لم يكتفوا بنه ممتلكات الناس يعني والصدو على الممتلكات وكذلك أيضا خروجهم يعني التعصفين للقراء واختطاف من يعارضهم كذلك أيضا نلاحظ أنه الآن يعني باعوا في ذمار باعوا كل ممتلكات الدولة من أراضي ومن عقارات ومن هبوء الآثار داخل ذمار وذمار معروفة تاريخيا منطقة يعني آثرية ومنطقة فيها متاحف يعني لم يبقوا في ذمار شيء يعني ما تعرض للانتهاك فنحن من خلال نكرر شكرنا وتقديرنا للأخوة في منظمة شمول والمكتب حقوق الإنسان وكذلك من خلالكم أيضا نطالب المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والجهات المختصة في الممتحدة بمحاسبة الميليشيات الحوثية بما يرتكبوه يعني كل ما يحصل في اليمن انتهى تناول مؤتمر الصحفي مداخلات من قبل الحاضرين ومثل وسائل الإعلام المختلفة لقناة عدل الفضائية محمد القداسي محافظة مارب ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة السقطرة برئاسة محافظة المحافظة رمز محروس احتياجات المحافظة وما تتطلبه المرحلة القادمة لحفظ الأمن والاستقرار في الأرخبيل وتطرق الاجتماع إلى همية تفعيل أنشطة المكاتب التنفيذية وفقا للقانون ورفع خطة عمل الفصل المتبقي من العام الجاري مع تقارير إنجاز خطة الفصول الثلاثة السابقة وكلف الاجتماع مدير مكتب المالية بتشكيل لجنة الإرادات للنظر في عملية تحصيلها وتحديد الأوعية المالية وفقا للقانون واللوايح المنظمة كما كلف الاجتماع لجنة برئاسة مدير الثقافة لأعداد احتفالية بمناسبة حلول العيد السابع والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر ناقش محافظ مأرب الواء سلطان العرهدة مع صندوق النظافة والتحسين جهود تحسين المدينة والتحديثات الجديدة في عمل الصندوق وخطة تطوير الأداء واستمع خلال زيارته للصندوق إلى شرحا عن الجهود التي يقوم بها الصندوق لتحسين المظهر العام للمدينة والارتقاء بجهود رفع المخلفات والنظافة في ظل الاتساء الكبير الذي شهدته عاصمة المحافظة وانتشار عمال البناء والتشهيد بشكل واسع كما دشن المحافظ نظام التتبع لأليل معدات النظافة عبر نظام جي بي اس الذي يمكن من خلاله معرفة الأماكن التي تتحرك فيها معدات النظافة كما قام بتتشين النظام المحاسبي والإداري للصندوق ونوها المحافظ في كلمته أمام العمال بالجهود الكبيرة التي يبدلها صندوق النظافة والتحسين العاملون في الميدان للحفاظ على البيئة وتحسين المظهر الجمالي لمدينة مأرب وحرصهم على مواكبة الاتساع المتزايد للمدينة وأعمال الإنشاء والازدهار للأنشطة التجارية والاستثمارية وأكد استعداد السلطة المحلية اعتماد إنشاء مبنى إضافي خاص بإدارة الصندوق حرصها على الارتقاء بأدائه وتعزيز القدراته بما ينعكس على صحة وسلامة المجتمع كما تطرق فيما تطرق مدير عام الصندوق محمد عطية إلى شرحا عن الأعمال الفنية والمخططات لأعمال التحسين للشوارع العامة والفرعية والساحات وأعمال الرص والتجير وتنفيذ المجسمات في الشوارع وكذا جهود رفع المخلفات ناقش وكول محافظة التشب والمساعد لشؤون خدمات الكاربة والمياه والصرف الصحي علي الكندي في مدينة عتق مع ممثل جمعية الأسرة اليمنية الخطوات والإجراءات المطروبة المطروب اتخاذها للاستفادة من مبلغ الثلاثمائة والخمسين ألف دولار التي اعتمدت الجمعية لتأهيل قطاع الصرف الصحي في العاصمة عتق كما تم تكريف مؤسسة المياه والصرف الصحي في شبوة بإعداد الدراسة الخاصة بمشروع الصرف الصحي والأعمال المطروب انجازها من تمديدات للصرف الصحي مع مراعاة التركيز بدرجة رئيسية على الأحياء السكنية المستحقة كما شدد الكندي على دورات الإسراء في إعداد دراسة للمشروع وتسليمها للجمعية لتقوم بدورها باتخاذ الإجراءات العاجلة للبدء في تنفيذه من جانبه أكد منسق التغذية والصحة بجمعية الأسرة اليمنية مروان نعمان حرص الجمعية على دعم وتنفيذ المشاريع بالقطاعات الخدمية الحيوية ولفت إلى اعتماد الجمعية أيضا سبعة ألاف لتر من وقود الديزل للمساهمة في تشغيل محطتين ضخ المياه في حقل العوشة المعي كما ناقش الكندي مع قيادة مؤسسة المياه الصرف الصحي في عتق عدد من القضايا الموضوعات المتصلة بكيفية الارتقاء بعمل ونشاط المؤسسة ومعالجة وتذليل المشاكل المعوقات التي تعترض ذلك لاتخاذ المعالجات والتدابير المناسبة واللازمة في إطار الاهتمام والمتابعة التي يوليها رئاسة التي توليها رئاسة جامعة عدن دشن الدكتور محمد عقيل العطاس ومعه الدكتورة سوسا با خبيرة عميد كلية الطب والأستاذ فهد المارمي المسجل العام للجامعة امتحانات القبول للسنة التحضرية لكلية الطب لعامي 2019-2020 المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي الذي عدته الزميلة انتصار عبدالجليل دشنة الدكتور محمد عقيل عطاس بريج جامعة عدن لشؤون الطلاب ومعه الدكتور سوسا با خبيرة عميد كلية الطب والأستاذ فهد المارمي المسجل العام لجامعة عدن اليوم تحانات القبول للسنة التحضرية لكلية الطب للتخصصات التمريض والمختبرات للعام الجامعي 2019-2020 طبعا اليوم دشنة امتحانات القبول للسنة التحضرية في كلية الطب التخصصات الطب والجراحة والمختبرات وأيضا كلية التمريض اليوم بدأنا طبعا المتحانات وغدا لدينا كلية الطب الأسنان ويوم السبت كلية الصيدلة رتبت الامتحانات بشكل صحيح مع الجو الجميل هذا والحمد الله الأمور ماشية تمام ولدينا حوالي 2700 طالب موزعين في تخصصات الطب والجراحة والمختبرات وسنقبل عدد منهم هذه المتحانات المنافسة والجيد ومن جده وجده ومن زراعة حصد أتمنى لطلابنا الجميع التوفيق والنجاح والطلاب الآخرين أيضا البحث عن ما يناسبهم في كليات أخرى وخصات أخرى شكرا جزيلا تم اليوم تدشين انتحانات القبول للكليات الخاضعة للسنة التحضرية للسنة الثالثة على التوالي للعام الجامع 2018-2019 حيث تقدم لكلية الطب البشري 2733 طالب وطالبة و809 طالب وطالبة لتخصص المختبرات و145 طالب لكلية التمريض في جامعة عدن وتأتي هذا السنة التحضرية لردم الفجوة بين التعليم الثانوي والتعليم الجامعي ويعزز من عملية التعليم والمعرفة سارت الأجواب بشكل طبيعي وحسب ما رسمنا لها وأتمنى توفيق لطلابنا في هذا العام الجامعي وشكرا وذلك في طالب اهتمام والمتابع التي توليها رئاسة جامعة عدن من خلال الزيارة التفقدية لسير امتحانات القبول والتي تقدم بها الطلاب لامتحانات وعددهم 3700 طالب وطالبة من الطب البشري والتمريد والمختبرات وغسرت عملية القبول امتحانات بكل الطب بجامعة عدن بكل يسر وسهولة في أجواب مفاعمة بالنشاط والحيوية من قبل الطلاب المتقدمين لامتحانات الجدل بالذكر أن كل الطب ستدشن يوم غاد امتحانات القبول لكلية الأسنان بجامعة عدن انصرى بجليل قناة عدن فضائية من العاسب الموقعة عدن دشن وكيل محافظة مارب عبدالله الباكري في مدرية المدينة بطولة الألعاب الرياضية لتنس الطاولة والشطرنجة ضمن الأنشطة المواكبة لاحتفالات الوطن بعياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر مزيد من التفاصيل في سياق التقرير الذي عده الزميل محمد الجداسي برعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ محافظة مارب دشن مكتب الشباب والرياضة بمدرية المدينة البطولات الرياضية للعاب الشطرنجة والطاولة وكرة القدم العاب الضل للشطرنجة والطاولة بمشاركة 104 لاعبين يمثلون 39 فريقان شعبين دشن البطولة وكيل محافظة عبدالله الباكري ومعه مدير عام الشباب والرياضة علي حشوان ومستشار ودير الشباب والرياضة داود علوى أكد وكيل محافظة علامة دور الشباب في المجتمع وحتى الجميع الاهتمام بشريعة الشباب باعتبارهم ركزة الأساسية في البناء والتنمية احتفالات شعبنا اليمني العظيم احتفالات بالأعياد الثورة اليمنية المباركة سبتمبر واكتوبر تقام هذه البطولات بطولة التنس الطاولة وهنا نشكر جهود كل من دعم وشجع فعاليات الشباب في محافظة مارب ونخص بالذكر مديرية المدينة مدير الشباب ورياضة المديرية وضحى بين البطولات والانشطة الرياضية والفعاليات الشبابية تأتي مواكبة بعرث رتل من الخالدة سبتمبر واكتوبر نحن اليوم تزامنا مع احتفالات شعبنا بالأعياد الوطنية سبتمبر واكتوبر ندشن بطولتي التنس والشطرنج وهي امتداد للبطولة الأساسية التي جاءت بمناسبة هذه الأعياد التي كانت في ثلاثة ألعاب كرة كدام وتنس وشطرنج تتنموا الفعاليات والانشطة المواكبة لاحتفالة الوطن بعد ثورة من سبتمبر واكتوبر ما بين انشطة الرياضية وفعاليات ثقافية وفنية ليقناة عدد الفضايا محمد القلاسي محافظة مارب بهذه البطولات الرياضية نختتم هذه النشرة والان نعود للتذكير بأبرز ما جاء فيها نائب رئيس الجمهورية وجل اتصالا هاتفيا بقائد محر الضالع وشهد بالانتصارات الميدانية قوات الجيش المقاومة يحرر منطقة الفاخر بالكامل بالضالع وتأمين مناطق متاخمة لمحافظة ادب الجيش الوطني حرر مواقع جديدة بجبات الظاهر وعدد من اتباب المحيطة بها في محافظة الصادة ختامة لهذه النشرة اشكر لكم وطيب المتابعة للقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة